لمواكبة خطة التمية كويت جديدة 2035 أطلقت وزارة الصحة ممثلة بإدارة نظم المعلومات العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة وذلك عن طريق التحول الرقمي للوزارة نعم أيضا هذه الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها تتمثل في إصدار الإجازات المرضية والتغارير الطبية إلكترونيا وطبعا إضافة إلى تحصيل الضمان الصحي كما تم تطبيق الملف الإلكتروني الموحد للمرضى من خلال الربط بين 108 مراكز صحية مع عدد من المستشفيات العامة الخدمات الإلكترونية الصحية تمضي بوتيرة متسارعة وبخطة ثابتة وبصورة مشهودة في الآولة الأخيرة ولعل من أبرزها تطبيق نظام إصدار المرضيات الإلكترونية عبر الهواتف الدكية طبق بالكامل في منطقة العاصمة وعدد من المراكز الصحية بنسبة تصل إلى 50% على مستوى البلاد المريض لما يراجع المستوصف لما يطلب مرضيته الطبيب يطلب رقم تلفونه موبايل للمريض أوتوماتيكيا مني يصدر له المرضية إن كانت يوم يومين أو ثلاثة بحد أقصى توصل لحق المريض رسالة نصية عن طريق موبايله لزوده لحق الطبيب المريض أول مرة لما يدخل على النظام الموبايل أبليكيشن اللي هو تحت يشوفه بالأب ستور أو بالأندرويد مو أتش سبيس كي دابليو مو أتش سبيس كي دابليو ينزل التطبيق هذا يدخل يروح لخدمات الإلكترونية في التطبيق بعدين يروح لتقاريط الطبية يدخل عليهم أول مرة لازم يغير اليوزر الباسورد اللي احنا زودنا فيها هذا شيء ضروري من يغيرها؟ بعدين يقدر يستعمل المريض من أول مرة يقدر يستعمل البايومترك اللي هو ختمة الأصبع أو تعرف عن طريق الوجه على حسب الهاتف الذكي اللي يحمل المريض نقلة نوعية استشعرها المواطنون والمقيمون بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الذي تم تفعيله بالكامل في منتصف العام الجاري والاستغناء عن المعاملات الورقية ومربوط مع القوى العاملة ومربوط مع وزارة داخلية وربطه مع الهيئة العاملة مع المواد المدينية وبيانات كاملة تخدم جميع المواد للإقامة ومن القفزات الهائلة تم الربط الإلكتروني بين أكثر من مئة مركز صحي وعدد من المستشفيات كالفروانية والجهرة ومبارك والصباح وجار العمل على ربط مستشفى الأميري والأحمدي وعدد من المستشفيات التخصصية يستطيع من خلالها الطبيب تحويل المريض إلى العيادة التخصصية عن طريق النظام عن طريق في شاشة تسمى بالتحويلات يختار اليوم والساعة بالتوافق مع المريض كمرحلة أولى في حالة أن المريض يحتاج بعد فترة أن يعدل على موعده يستخدم موقع ذات الصحة كما يمكن حصول المريض على نتائج التحاليل المخبرية والتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات عبر الأجهزة الذكية خطط قائمة للربط الإلكتروني مع المكاتب الصحية في الخارج في الفترة القادمة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت